كل رسام له العالم بتاعه الخاص او بياخد افكار سياسية او اجتماعية واشتعل عليها الا الراجل ده. الراجل ده عامنا بقى مرضيل وده اللي كان معاله النهاردة. ده عايش في ملكوت تاني خالص وبيعمل شخصيات بعالم تاني بالوان تانية وعمره ما جاء العالم بتاعنا. يعني فضل اشتغل في القصة دي وفضل قاعد فيها ما جاءش عندنا خالص. راجل عمل عمل يعني نمازج ساخرة من عالم موازي. يعني لو عمرات خاصة به. وابراج خاصة به. تلال خاصة به. غابات. حيوانات. حتى الرياضة اما دخل فيها ورسم. مبدأ بكل مقيس. عمل قصص حب في الكاركاتير بتاعه. عمل مراكب الفضاء. رسم الفضاء كتير قوي. لكن مردلو ده حالة لازم تدرس. يعني كل مرة بنكلم عن فنان مهم. في ناس كتير تقول لي يعني بيكلم عن فنان لأ الراجل ده مهم. ده احد الرسمين المهمين جدا مردلو ده. ما حدش كتير يعرفه. ولو تلاحظوا فنان يعني كتاب. فنان يعني كتاب. كتاب. زمان احنا كنا بنشتري كتب من المكتبات الموجودة في مصر. او نبعت نجيبها برا. فنان يعني كتاب يعني آلبوم. مردلو رسم وعمل كتب كتير بالشكل ده. والكتب دي على فكرة بتتهادى يعني في باريس وبالجيكا بيهادوها البعض. يعني بتتهادى البعض. الكتاب ده حاجة قيمة. كتاب عن الكاركاتير حاجة قيمة. وهو راجل ده في دي رسم حاجة وقتها بس. نقطة على صفحة واحدة. سواء ما اعطحها الكادرات او نقطة واحدة. انا بادعوكم انكم تفرجوا على مردلو. تتمتعوا وتمتعوا نيكو. الراجل ده مش موجود لشغله كتير على الانترنت. بسبب انه هو يعني اشتغل من زمان. لكن مردلو شغله كله موجودة على موقع ايران كارتون. او لو دورت على الجوجل هتلاقوا حاجات بس بكوالت يقل شوية. لكن اتمتعوا وتعلموا من مردلو. اللي راح لعالم بتاعه. والحد دلوقتي مرجعش اشتركوا في القناة